أول خبر معنا السيسي يأمر بإصلاح الفوري لكافة الأضرار النتيجة عن السيول بجميع المحافظات أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار النتيجة عن السيول في كافة المحافظات جاء ذلك خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ورئيس الرقابة الإدارية وصرح السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرا ووجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي وجهت الدولة في التعامل مع السيول بلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالي 400 مليون جنيه والنقل والطرق حوالي 100 مليون جنيه فضلا عن تكلفة مقدرها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب